كشف محافظ بابل حسن منديل في تصريح خاص لقناة زاكروس عن تسجيل المحافظة عددا من الإصابات بالسلالة الجديدة بفيروس كورونا مبينا أن خلية الأزمة اتخذت عددا من الإجراءات الصارمة خلال أيام حظر التجوال الجزئي الآن نحن في محافظة بابل حقيقة نعيش تجربة الحظر الكامل التي هي ثلاثة أيام بدأت من يوم الجمعة والسبت والأحد أما اليوم الثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس التي هي ستكون حظر جزئي توضع فيها ضوابط لمنع الزحامات لمنع التجمعات منع المولات منع القاعات والمناسبات وهي خطوة ثانية على أساس قد تكون هناك قرارات جديدة ممكن أن تظهر لدينا بحسب طبيعة الإصابات وأيضا بحسب ما يظهر لدينا من قرارات لدى لجنة الصحة والسلامة الوطنية أضف إلى ذلك أنه اعتبار هذا التحول جديد ظهرت فيه إصابات جديدة في محافظة بابل وهذه أيضا مسجلة لدينا في المحافظة على مستوى المختبر الصحة العامة أو على مستوى المختبر المركزي في بغداد وبشكل واضح